السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مشايماء محمد مدرسة اللغة العربية مرحلة رياض الأطفال كيجي تودي مدارس رياض وليدرز للغات النهاردة ان شاء الله احنا يوم الأربعاء 15 من شهر إبريل سنة 2020 الأربعاء 15 إبريل سنة 2020 إن شاء الله النهاردة هنشتغل في كتاب تواصل إن شاء الله النهاردة هنشتغل في كتاب تواصل في صفحة 108 عندي أول نشاط رقم 7 بيقول أكتب عندي صورة نملة نملة هنكتب نملة نملة عندي صورة دودة 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 يا ترى آخر نملة ودودة إيه؟ نركز كويس طيب عندي صورة نح له نح له عشان ما نكتب نتحج حرف حرف هنعرف نكتب طيب وهنا عندي صورة فرا شه فرا شه كلمات سهلة قوي وأعرف أكتبها طيب يا ميش أي ميش طيب أنا عندي في نملة ودودة ونحلة وفراشة الحاجات في حاجة مشتركة في الحاجات دي آه كلهم إيه؟ ترى من الطيور ولا من الحشرات ولا من الحيوانات ولا من إيه؟ آه من الحشرات كل الأربع صور دولت من الحشرات طيب وإيه تاني حاجة مشتركة ما بينهم؟ نملة دودة نحلة فراشة آخرهم فعلا كلهم إيه؟ آخرهم تاق مربوطة آخرهم إيه؟ تاق مربوطة تاق مربوطة تبقى كده لو في قبلهم قبلها حرف رافس الشكل ده أو ممكن تبقى شكلها كده تفقنا؟ تفقنا طيب تاني النشاط بيقول إيه؟ ارسم مواجها ضاحكا تحت الصورة التي بها تأم مربوطة عندي صورة ساعة ساعة فيها تأم مربوطة يبقى هرسم مواجه ضاحك هرم مفهاش يبقى ممكن أعمل إيه؟ ساعة فيس كده فراولة فراولة آه فيها وجه ضاحك قبعة فيها وجه ضاحك هدية فيها وجه ضاحك سهل أوي نعمل النشاط ده كله هنا برضو ده وتلون الكلمات التي بها تأم مربوطة اللي فيها تأم مربوطة بس اللي هلونها فيه كلمة مفاش تأم مربوطة وإحنا عارفين إن تأم مربوطة بتيجي في آخر الكلمة تفقنا 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 بعد كده أنا عندي صفحة 109 بتقول إيه؟ نشاط رقم 10 بيقول إيه؟ بيقول صنف عندي صورة بقرة، بومة، موز، زرافة، حمامة، بصل، بطيخ، زرة يا ترى هجيب دلوقتي طبعا أكتب، أصنف وأكتب أنا عندي صورة حيوانات، مجموعة حيوانات يبقى هاختر إيه؟ إيه اللي هيجي هنا في العمود ده وت؟ صورة البقرة أو كلمة بقرة بقرة تمام؟ كلمة بقرة نحاول نكتب اسم الكلمة باق الباق ونقطتين القاف والراء والتق مربوط بقرة طيب وإيه تاني هقدر أكتبه هنا؟ زرافة هكتب هنا زرافة تمام؟ طيب وعند الطيور بومة حمامة ونكمل باقي النشاط سهل جدا وهي عجبكم ومسلي وجميل بعد كده عندي حاجة جميلة قوي نشاط رقم 11 السمكة الجميلة دي؟ القطة قصدي الجميلة دي؟ عايزة تروح القطة عايزة تروح تاكل السمكة دي؟ يا خبرة بيض عايزة تاكل السمكة؟ آه يا طرح هنشوف هتاكل السمكة ازاي؟ نشوف بقى عندي أول حاجة القطة الجميلة مشماشة دي هتروح هتعدي على الكلمات هتعدي على الكلمات اللي فيها تأمربوطة بس لو كلمة مفاش تأمربوطة مش هتعرف تعدي عندها هتمشي كده قطة مشماشة دي هتمشي هتعدي على صورة ايه؟ تروح عنده صندوق؟ لا صندوق دوت مش مفوش تأمربوطة عندي نعامة نعامة أخيرة تأمربوطة طيب وإيه دي صورة ايه؟ كرة كرة ماشي ريشة شه طيب وردة آه أمشي 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 إيه دي صورة ايه؟ شجرة بعد كده ايه أطلع فوق؟ لأ لان عندي غراب وأنا طبعا دوت مش مفتريق ده قربت على السمكة الزراح زرافة وكده هب القطة هتاكل السمكة كده احنا وصلنا للايه؟ القطة وصلت للسمكة مظبوط كده؟ طيب نشوف بعد كده عندي نشاط ايه؟ نشاط سهل قوي وجميل هنعمل في ايه؟ هنا عندي بيقول لاحظوا تعلم أول نشاط رقم واحد بيقول كون كلمات أنا عندي صورة ضف ضع ضف دع كتاب للضاد يبقى فاضل ايه؟ الفا ضف د دال ضف دع العين في آخر الكلمة وقبلها حرف الدال بيبقى العين مش هتمسك في الدال سورة ايه ده؟ ظرف وهو كتاب للرا يبقى هنا في حرف ايه؟ الزا وهنا الفا شطار طيب هنا هنا لا احنا كده غلطنا في حاجة على فكرة ما علش هنمسحل هنا انا عندي هنا صورة الاول دروس هنا اهو هركز معاكم دي صورة هنا دروس دروس ايوة دروس وما الضف دع في المكان ده؟ الضف دع هنا ضف الفا الفا نقصة معاية ضف وعمل للدال يبقى ناقص العين العين وهنا ظرف اهو يبقى ناقص ايه بقى؟ الظه بس الظه فقط موقت الظه وهنا دي صورة ايه؟ شطار عش يبقى كده كتبت كلمة عش العين والشين كده جهزت كلمة عش واكتب كل كلمة انا كونتها يبقى قطب هنا ضفضع ضفضع دروس ظرف عش اتفقنا كلمة سهلة اوي طيب انا عندي نشاط رقم اتنين اكتب الكلمة التي تبدأ بكل حرف عندي كا عايزة اكتب الكلمة بحرف الهاء والياء والغين والقاف اتفقنا؟ ده عليكم سهل اوي بعد كده عندي نشاط رقم ثلاثة بيقول لون عايزة الون الحاجة اللي بتبدأ بحرف الواو لون لون الايه لون حرف الواو هنا هنلون الكلمة اللي فيها هنلون الكلمات اللي فيها مد بالواو هنا مد بالياه و هنا بب بالالف بومة هنلونها WAW نعامة لأ طبعا دي مالونيهش نجوم اللون النجوم الجميلة plateau Listen client مد بالياه حقيبة صح سرير في مد بالياء كرة لا ما فيهاش مد بالياء يد يد هو ينفع الحرف المد بيجي في اول الكلمة طيب هنا طماطم فيها مد بالالف شطار سيارة صح صح دراجة توت لا ما لوينش دي اتفقنا تمام كده بعد كده عندي بيقول ايه بيقول ايه خطر انا عندي نشاط رقم اربعة بيقول ايه خطر هنعمل ايه حيوان اليف ايه طره هو القطة ولا الاسد ولا الفاهد طبعا القطة حيوان شارس حيوان شارس الارنب ولا البطة ولا الفاهد ها شطار الفاهد حيوان صغير الحمار ولا الفأر ولا الحصان الفأر شطار حيوان كبير ها الفيل ولا القرد ولا الكلب لا الفيل خبر ابيضة كبير جدا نشاط رقم خمسة حدد الحركة الطويلة المشتركة ببغاء حيزاء ها مد بالايه مد بالالف ضافيرة فيرة فيرة حقيبة مد بالايه بالياء وهنكمل الصورتين دول وهنكمل ده عندي بعد كده نشاط رقم ستة نقود نقص ايه حرف الايه الواو زرافة مد بالالف قطة ها تأمر بوطة في الطبق الياء في وسط الكلمة و تحتين نقطتين تمام حبيبي شطار كلكم معي